أهلا بكم من جديد انطلقت في لندن اليوم مبادرة زر مسجدي السنوية برعاية المجلس الإسلامي في بريطانيا كمنصة تنقل الصورة الصحيحة عن الإسلام بعيدا عن الشعرات المعادية حيث تفتح المساجد في العاصمة البريطانية بوابها اليوم الأحد ليوم واحد أمام عامة الناس من كل الأعراق والديانات لزيارتها والتعرف على الخدمات التي تقدمها لأبناء الجاليات المسلمة في بريطانيا وعدة ما تقدم هذه المساجد الطعام والمشروبات المجانية للمحتاجين وتطلق مبادرات وأنشطة مختلفة منها التبرع بالدم وتنظيف الأماكن العامة في محاولة لإظهار سماحة سلوك المسلم ومساهمته الفعالة في المجتمع الذي يعيش فيه حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن بولين نشيبي القسيسة بكنيسة سانت توماس كما نرحب بضيفتنا عبر الأقمار الصناعية من لندن سيد أحمد الدبيان المدير المركز الثقافي الإسلامي أهلا بكم معنا أبدأ معك سيدة بولين القسيسة بكنيسة سانت توماس كيف كانت زيارتكم اليوم للمسجد في بريطانيا؟ قد كانت حقيقة مميزة جدا يجب أن يكون هناك دائما يوم مفتوح لقد رأينا طيفا واسعا من الناس وأحدى المواضيع المهمة حول مساجد فينسوي بارك فهناك مسجدين حقيقتين أن كلاهما يسهمون في المجتمع ومع التحديات التي ونجوهها اليوم ما بين الأديان من الأهمية بما كان أن نكون جزء من هذه التجربة حول تواصل الأديان المختلفة سيد أحمد ما الهدف من هذه التجربة خاصة في ظل الأوضاع الحالية تصاعد اليمين المتضارف في أوروبا تصريحات وقررت ترامب في أمريكا نعم أولا شكرا على هذه الاستضافة شكر الله لكم الأمر الآخر والهدف منها حقيقة هو توثيق الصلاة مع عناصر المجتمع المدني توثيق الصلاة مع الجيران رسم صورة جيدة عن المسلمين ومساجدهم ومؤسساتهم الحقيقة الدعوة هذه المرة صارت كبيرة ولذلك أخذت زخما واحدا وواسعا كثير من المساجد اعتادت أن تجعل يوما مفتوحا لغير المسلمين والاستضافة الجيران وربما بعض الكنائس والمعابد القريبة وغيرها لزيارتها والتعرف على أنشطتها كما ذكرتم في التقرير ولكن هذه المرة الدعوة جاءت عاما واستجاب لها أكثر من 150 مسجدا في بريطانيا وصار يوما نقل في وسائل الإعلام وصار يوما جيدا هدفنا منه أن يأتي غير المسلم ليزور المسجد ويرى أن المسجد هو مكان لعبادة المسلمين أن يطلع على ما يعرفه ما يفعله المسلمون هناك أن يطلع على بعض المطبوعات والكتب أن يطلع على بعض المعارضة يقابل بعض رجال الدين المسلمين وبعض الدعاة وبعض الموظفين في جو اجتماعي وجو صداقة ومعرفة هذا من شأنه أو هدفه أن يزيل هذا الخوف وهذه الإسلاموفوبيا الموجودة عند بعض الأفراد ممن لم يأتي إلى المسجد مطلقا في حياته أو لم يراه وربما بعض غير المسلمين أظن أنه لا يجوز له أصلا دخول المسجد وهذا طبعا غير صحيح وللأسف أن بعض المسلمين أظن يعتقد ذلك فهذه فرصة لكسر هذا الحاجز النفسي مع المسلمين ومع الإسلام وهو خطوة في التواصل وخطوة في الحوار وفي علاقات الانترفيث بين أتباع الأديان ومن شأنه يعود على الأقليات الإسلامية في الغرب وعلى المجتمعات المسلمة بكثير من التسامع والفهم في مقاومة موجة الإسلاموفوبيا التي تزداد في الغرب والجميل هنا أنه جاء متزامنا مع هذه الحراك الكبير الذي ليس في أمريكا فقط ولكنه في العالم ضد قرارات الرئيس الأمريكي الجديد دونال ترامب حول منع بعض المسلمين من زيارة أمريكا يعني ما تشهده أمريكا الآن هو جزء من هذا الصراح حول القيم وهو الذي شهدته أوروبا قبل سنوات بسبب المشاكل والحروب في الشرق الأوسط هذا سوف ربما يؤدي لمقاومة الإسلاموفوبيا التي أصبحت تزداد وربما تكون هذه القرارات من الجانب الأمريكي تسهم في مواجهة الإسلاموفوبيا دام نعود للقسيسة بحين أن بعض الناس أولين بشكل سلبي هل تغيرت نظرتكم للإسلام بعد زيارة اليوم وبعد هذه المبادرة؟ دعني أشرح لك أنا كان لي علاقة طويلة مع المسجد حقيقة لقد انتقلت إلى فينسوي بارك في العام 2003 وكانوا حقيقة أعادوا فتح المسجد وكان هناك إشارات كبيرة ولقد شعرت حينها بأنني يجب علي أن أتعرف عليهم والكنيسة التي كنت أعمل بها كان هناك ما يربطها مع المسجد وستطعنا أن نطور هذه العلاقة وعلى مدى أربعة سنوات عملنا مشروع توأمة المسجد والكنيسة والمسلمات والمسيحيات هذه الأمور كلها كانت أمورا رائعة فقد تعرفنا على ما يجري في كلا مكاني العبادة وكيف يمكن تطوير الأمور وأول مواجهة كانت عرفنا ومن خلالها بأن علينا أن نكون حادرين ولا يجب علينا أن نغيظ الناس والعديد من الناس يشعرون وأنا أعرف أنني حتى شعرت بأنني أودت أن أراصل مع المسجد ولكن نحن لا نود أن نتطفل نود أن نتعرف على الناس فقد يود الأخرين فعلا أن يتعرف عليكم إذن عبر فتح المسجد لأبوابه وفتح الكنيسة لأبوابها هذه الطرق التقت وعمقت التفاهم لقد انفتحنا على بعضنا البعض ولو فكرنا حقيقة في تغيير قلوبنا والتغلب على مشاعر الخوف عند الناس فيجب علينا أن نوفر السبل لأجل القيام بهذا على كأس من القهوة أو جامل القهوة تكون فرصة طيبة نتحدث مع الناس حول اختلافاتنا وقبول هذه الاختلافة والتركيز على ما يجمعنا وليس ما يفرقنا على ذكر مشاعر الخوف سيدة بولين هل تعتقد أن حالة الإسلاموفوبية أو الخوف من الإسلام لها ما يبررها؟ هي ليست مبررة ولكنها مفهومة هناك ناس يقومون بأمور من أجل زيادة الخوف والناس إذا لم يكون لديهم تواصل بشري مع المسجد ومع المسلمين فما سيقرأونه في الصحف وما سوف يشرونه سوف يزيد من خوفهم فقط عندما نقوم بالعمل سويا ونرى المسجد وما يشكله سوف ندرك حقيقة بأن كل هذا يبدد هذه المخاوف طيب سيد أحمد هل هذه هي المبادرة الوحيدة التي تنظم سنويا من أجل هذا التفاعل والتلاقي بين أبناء كل الديانات حتى تزول حالة الخوف ويكون هناك تبادل ثقافي وما إلى ذلك لا ليست هي المبادرة الوحيدة يوجد مبادرة كثيرة متصلة طوال العام هناك برامج للحوار هناك برامج الانترفيث وهذه العلاقات بين أتباع الديان مستمرة دائما نحن في المركز الثقافي الإسلامي الآن أسسنا لملتقى لأتباع الديانة الإسلامية والسيخية وملتقى آخر لأتباع الإسلام والهندوسية هناك مبادرات كثيرة جدا ولكن هذه المبادرة التي يميزها حقيقة شيئا الأول أنه أكثر من 150 مؤسسة إسلامية ومسجد فتحت بابا في وقت واحد ووضعت برنامجا في وقت واحد وهذه ميزة جيدة ونتوقع في العام القادم إن شاء الله أن يزداد العدد الأمر الآخر هو أن هذه المبادرة اليوم لم تفتح فقط للمختصين عادة في برامج الحوار والانترفيث يحضر المهتمون المختصون بعض المفكرين بعض القساوسة بعض الربانيين إلى غير ذلك إنما في مبادرة اليوم هي مفتوحة للشارع فمن جاء يستطيع أن يتنقل في أرجاء المسجد وأن يستطيع أن يقابل المسلمين وأن يحتسي معهم شيئا من القهوة أو الشاي في جو ودي من الصداقة فهي مناسبة توجيهية وفكرية واجتماعية في الوقت نفسي وليست فقط مناسبة علمية ونحن قصدنا أن لا تكون كذلك أن تكون في جو اجتماعي هذا هو الذي يميز مدرة اليوم أما العلاقات فهي مستمرة كثير من المؤسسات الإسلامية والمساجر ومنظمات والمراكز تشترك في مئات من البرامج قبل أسبوعين كان عندنا برنامج مع وزارة الداخلية واحتضن عددا كبيرا من غير المسلمين لدينا لقاء شهري لغير المسلمين كذلك في المركز الثقافي الإسلامي هناك عشاء لأتباع الديانات غير البرامج الإسلامية الشرعية وهذه مستمرة ومتكررة وكثيرة على مدار اليوم في طوال الأسبوع ولكن الذي يميز هذا هو الاجتماع ويميزه أنه فتح بوابه حتى رجل الشارع غير المختص غير المهتم إذا رأى اللوحات ورأى بعض الإخوان والأخوات من المتطوعين ومتطوعات يقفون في الشارع ويستدعونه لدخول المركز الإسلامي ودخول المسجد في أي مكان آخر هذا له طابع اجتماعي خاص مميز وهذا ما يميز مناسبة اليوم وهي مبادرة في الحقيقة جيدة وجميلة بالتأكيد هناك قضايا عامة أخرى يمكن أن تتحدثوا خلال هذه اللقاءات دعني أرد على القسيسة بولين فيما يتعلق بالحديث حول القضايا العامة والمشكلات التي ربما تواجه المسلمين بعد قرار ترامب بين مواطنين سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول أمريكا وهناك احتجاجات في لندن طوال الأيام الماضية كيف تنظري إلى هذه الإجراءات والقرارات؟ أنا حقيقة قلقة جداً وحزينة بهذه القرارات لأن الكثير من الناس حقيقة قد تم حبطوا وخططهم قد ذهبت مهب الريحة أنا أؤكد على ما ذكره زميلي هنا بأن ما هو مهم هو ليس أن يكون هناك تواصل بين الأديان على مستويات علمية تخصصية ولكن أن يكون هناك تواصل بين الناس العاديين وحيث أنا أعيش الناس يعيون تماماً ما الذي يجري على الصعيد الدولي والمظاهرات والذين يعملون في المساجد والكنائس أيضاً لعبوا دور ولكن حتى الأحداث المحلية التي حدثت والمسجد قد انتصر مؤخراً في المحكمة العليا بسبب حساب مصرفي تم إغلاقه قبل عام على أسس تمويل إرهاب بدون أي أدلة وقد حصلوا اعتدار من المحكمة العليا إذن الناس واعون تماماً لما يجري حولهم وفي العالم واليوم حقيقة كان يتعلق بتقديم مستجدات للناس حول ما يجري ولنتداول مثل هذه القضية قضية منع المسلمين ولرسال رسالة تضامن عبل محادثات بين قادة الأديان الذين يطلعون أيضاً جالياتهم وعندما تحدث أمور غير سعيدة ومقلقة يأتي الناس ويقفون تضامناً سوياً مسلمين يهوداً ومسيحيين ومن كل الأديان وحتى أولاك الذين لدينا لهم يقص يقفون سوياً وهذا ما نشهده يجري الآن وبشكل كثيف في لندن نشهده لكن ما زالت تصريحات ترامب السيدة بولين تتحدث عن الإرهاب الإسلامي زعيمة اليمين المطرف في فرنسا المرشحة لرئاسة الجمهورية لوبان تتحدث أيضاً عن التطرف الإسلامي هذا الصعود في اليمين المتطرف وربط الإسلام بالتطرف كيف تنظرين إليه؟ أنا أراه كأمر مأساوي يحدث هناك من يرتكبون أعمال عنف وشهدنا حتى حروب أجاجتها أديان بالرغم من أنها دائماً ما تكون ذات خلفية أو فيها جانب سياسي أو تاريخي نحن عالمنا ليس كما نريده في يوم الأحد الماضي كان هناك عدد من الناس من المسجد نسالاً ورجالاً أتوا إلى نهاية الموعظة في كنيسة سان توماس وفي طريق عودتهم إلى منزلهم أحد أعضاء الكنيسة قال أنه لو قام عدد أكثر من الناس بهذا الأمر سيكون العالم أكثر أماماً أمناً إذن هناك الكثير من الأمور المهمة التي يمكن القيام بها على المستوى الدولي أو حتى على مستوى رجال الدين ما يقاله قلناها اليوم بأنه يجب علينا أن نغير الأمور على مستوى القاعدة على مستوى الشعب طيب سيد أحمد هذه المبادرة التي تقومون بها وربما كما قلت وكما ذكرت سيد أبولين وربما أحدثت حالة كبيرة من التفاعل ألا تفكرون أن تنظمونها خارج بريطانيا تنقل هذه التجربة إلى ربما أمريكا إلى دول أوروبية أخرى شكراً هذه مبادرة لا شك أنها مبادرة ممتازة ونحن على استعداد حقيقة وأنا متأكد أن المؤسسات الإسلامية ومجلس مسلمي بريطانيا وغيري من المؤسسات يعني استعداد للتعاون في هذا ويسعدنا أن نتعاون مع زميلتك وضيفة البرنامج الكريمة في شيء من هذا كل مبادرة حقيقة نحن المسلمين كل مبادرة من شأنها أن تعزز السلم والتفاهم والحوار وأن تعزز فهم الإسلام على الصورة الصحيحة نحن معها ونؤيدها سواء في بريطانيا أو في غير بريطانيا حتى تصريحات تفضل أسمعك حتى تصريحات بعض الأحزاب اليمينية في أوروبا ضد الإرهاب نحن معهم ضد الإرهاب ولكن يقلقنا أمران حقيقة الأول هو وصف الإسلام بأنه الإسلام الإرهابي والإسلام الإرهابي هذه تزعج المسلمين جميعاً والجميع ضدها الأمر الآخر والإحكام التعميمية لا يوجد مسلم على ظهر هذه الأرض يفهم الإسلام جيداً وهو لا يوافق على محاربة القتل العشوائي والإرهاب والظلم الذي يحدث لا نريده جميعاً كما لا يريد المسيحون ولا يريده غيرهم كذلك نحن فقط يؤلمنا هذا التعميم أن نأخذ ديناً كاملاً يعترقه أكثر من مليار وثلاثمائة مليون مسلم ليوصفون جميعاً بأنهم ربما يكونون إرهابيين وهذا هو ما أجزع العالم جميعاً في قرار الرئيس ترامب في منع مواطني سبع دول لأن ما تقترف بعض الحكومات لا يمكن أن يحمله أفراد هذه الدول كمواطنين وكذلك ما يرتكبه إرهابي في مكان ما باسم أي دين من الأديان لا تستطيع أن تعمم هذا الحكم على جميع أتباعي هذا الدين هذا تفسير شخص معين له تفسيره ونحن معهم ضد الإرهاب وضد القتل وضد العنف لا ندين به وهناك مبادرة كثيرة أطلقت من الدول الإسلامية ومن المنظمات الإسلامية ومن الأقليات الإسلامية في الغرب كلها لإزالة هذه الأوهام ولكن للأسف الشديد لا يزال بعض التصريحات السياسية والإعلامية في الغرب تتمسك بهذا المصطلح وهو الإسلام الراديكالي أو ما يشبه هذا وهذا يؤسف الجميع حقيقة ولا يساعدنا كثيراً على ترميم هذه الجسور المتهدمة وبناء جسور جديدة من العلاقات ومن الفهم المشترك المباشر لا يمكن أن يأتي الفهم بدون تواصل الجهل هو الذي يعزز العنف أما التقارب والتواصل وفهم ما لدى الآخر هو الذي يفتح قنوات جيدة من الحوار ويفتح قنوات جيدة من السلم الاجتماعي ويعطي فرصاً أكبر للجيل القادم أن يعيش في آمن وفي مودة شكراً لك سيد أحمد أدبيان مدير المركز الثقافي الإسلامي ببريطانيا كما نشكر القصيسة بكنيسة ساند توماس كنت معنا من لندن شكراً جزيلاً لكم